ترجمة نانسي قنقر أكات لحصر لها تعرض لها بحارة البحرين عمدا من قبل دوريات خفر السواحل القطرية ترهب وتخويف وإجراءات قسرية تسببت لهؤلاء البحارة بخسائر جسيمة وهو ما أكدته الكثير من الشهادات والأقوال أول ما توصل للسجن طبعا يدخلونك ويخلونك في السجن وأول شيء يكون تحقيق إياك والسجن طبعا لا يطاق هناك وبالنسبة حق المعاملاتهم كلش مو إنسانية يعاملونك حالك حال الحيوان وبالنسبة حق الكفالات يأخذون عليك أكثر من قيمة الطرات والطرات يظل عندهم فوق السنة ويدهدك والطرات عندهم وقف رزقك عقوبة لو تروح تستلم الطرات يبغى لك فوق الشهر علشان بس تستلم الطرات وتعال خد صيانة الطرات والمكينة اللي فيه كلها رايحة صارت لأنه يفلتون هم فلات على طول سحبوني لداخل قطار مندخلوني داخل قطار برمجة وعقب الخط شدي بميني للشي برمجة والبرمجة اللي دخلوني فيها حاولتي يهم يمين يسور مني ومني إن أنا نمو داخل قطار وقال لأنا منتب بلا أنت طالع من قطار قلت لأنا مو طالع من قطار هم فلاف دوريات فلاف الطراري كل واحد فيه ثلاثة سنين منهم جنب الطرار ووح كل واحد من برد وواحد ورا المكاين قلت لأنا موين أهرب أنا طراري ميتاينات يعني المكاين ميتاينات موين أشرت ما رضيوا ودونا رويس قطارنا في رويس السعف نحاش في اللي طالد من السعف نحاش ودونا سجني الخور خلونا يعني كل أربعة أيام نيابة كل أربعة أيام نيابة أولا يوم موكي يعني معاملة موكي بعدين زادوا تغيرت المعاملة كانوا يتشذبون يعني أنا صارت عني حالة وفا أخوي قلوا بيطلعوني ما طلعوني يوم على يوم يوم على يوم خلاص انتهت الفاتحة قاعدوني شهر في الردة بعد يوم عقب شهر بيسلموني البحرين معاملتهم كنت سيئة من الصبح إلى الساعة أربع العصر يعني حتى بنصلي في المسجد يقول لك لا أصلي بالله بس ليس مشكلة يعني تصرفات لا إنسانية وانتهاكات متكررة تؤكد تبني سلطات الدوحة لحملة ممنهجة تستهدف بحارة البحرين الذين اعتادوا ممارسة مهنتهم منذ عشرات السنين في مناطق الصيد الشرقية خسرت أشياء واجد يعني لحدنا القراغير كلها طرر ضليها هناك تقريبا من خمسة شهور ونص لستة شهور بعد رديت البيت يعني حطاني الطرار عقب ستة شهور قاعدت ما يخارق ما يقارب سنة وشيء بدون عمل يعني خسارة واجد يعني متى تكون روحك في البحرين تخلي قراغير ونتقوا على الكامب سنة وشهرك عن البحر مصاريف يعني مو هينة يعني حق شعب قطر نتمنى منهم يعني يشوفون احنا أخوان ومنديرة واحدة قطر والبحرين ونتمنى إن شاء الله يكون حلل بحاحير كلها لأنه ليهم هذا السلوك العدائي استنكرته العديد من المنظمات الحقوقية التي سبق وانأكدت بأنها ممارسات تنافي جل القوانين والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وهو السلوك الذي يخالف الوضع القائم قبل مئتي عام في مجال صيد اللؤلؤي والأسماك